خلونا بعد إذن حضراتكم نشوف كده جانب من كلمة الرئيس في افتتاح مصنع الرمال السوداء النهاردة الصبح قلت السؤال وإجابته قلت هل الاحتياطات اللي موجودة تكفي إن حضرك تحط السسمرات لهذا الموضوع؟ أه طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ أه يبقى فاضل إيه؟ فاضل إيه دكتور مصطفى نعمل المشروع نعمل ما قلتش الدولة بقى ما قلتش إيه؟ ما قلتش الدولة لأ بقول الثاني للقطاع الخاص حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معنا طب تعمل كم واحد كم مصنع زي كده أو كم مجمع زي كده واحد اتنين عشرة أنت بتتكلم الكيلو بياخد سنة أه تقريباً مالكيلو بياخد سنة؟ نعم طيب انت بتتكلف ربعمائة كيلو مش كده يا دكتور مصطفى ده اللي انتو تأكدوا منه صح؟ فحيح يعني يعني لو فرضاً يعني فيه شركة واحدة تقدر تشتغل كده ربعمائة سنة طب لو عشر شركات مش كده ولا ايه طب يلا انا بقول كده للشركات التانية عشان فيه فرصة للموضوع دوت حتى على ضوء المؤكد دلوقتي احنا فيه كلام تاني شغالين فيه نشوف هل فيه فرصة تانية زي ما قال كده في بحيرة ناصر وبرنيس وحيطة تانية وممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده اذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثة واربعة سواء بشركات القطاع الخاص او لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة دكتور مصطفى احنا ايه جاهزين ازاي بعد اللي تسمعه ده والله العظيم انا بتكلم جد والله العظيم بتكلم جد بعد اللي تسمعه ده ما تبقاش عاوز تجري على الرئيس تاخده بالحضن وتبوس راسه والله العظيم اشتركوا في القناة